هكذا تبدو حالة كوكبنا في الفضاء تحاصره القمامة التي أفرزها السباق على غزو الفضاء والسيطرة عليه ألاف مؤلفة من بقايا الأقمار الاصطناعية والصواريخ لكن الحل لهذه المشكلة الحديثة ربما يكمن في تقنيات عتيقة تعود إلى العصر الروماني أي بالرمح والشبكة التي كانت تستخدم لصيد الحيتان وهي تجربة يجريها فريق من المهندسين في شركة إيرباس في إنجلترا تعتمد على بساطة هذه التقنية وفعليتها معا لم تغب عنا المفارقة الكامنة في أنها تقنية بسيطة وذات فعيلية عالية وكل ما فعلناه وترقيتها للاستفادة منها في العمل في الفضاء وكان صاروخ سبيس إكس الذي أطلق الأسبوع الماضي قد حمل معه قمراً اصطناعياً متخصصاً في إزالة القمامة الفضائية ومزوداً بالجهاز المطور لاستيادها وسوف يوفر هذا القمر منصة لتجربة عدد من التقنيات المرشحة لتنظيف القمامة الفضائية الجهاز المطور في إنجلترا مزود برمح له رأس قاذف يمكنه إصابة هدف على بعد عشرين متراً ثم يسحبه باستخدام حبل خاص والرمح البالغ طوله متراً ونصف المتر قادر على تحمل وزن يناهز ثمانية أطنان أي وزن مماثل للقمر الاصطناعي التالف أنفيسات الذي يماثل حجم حافلة مواصلات ذات طابقين هذا القمر الاصطناعي خارج الخدمة ولا يمكن السيطرة عليه وبالتالي لا يمكن إبعاده عن قطع القمامة الأخرى ومن ثم فهو يمثل قنبلة موقوطة قبل أن يصطدم بقطعة أخرى وينفجر مشكلاً سحابة كبرى من القمامة الضارة والخطرة ويقول الباحثون البريطانيون إن الوضع الحالي يحتم سحب خمس قطع من القمامة الفضائية كبيرة الحجم سنوياً تلافياً للأخطار الكبرى وتقدر أرقام من وكالات فضائية متعددة وجود حوالي سبعة ألاف طن من القمامة الفضائية تدور حول الأرض بسرعة سبعة عشر ألف ميل في الساعة وأي منها قادر على تدمير أقمار صناعية ومركبات فضائية